بموجب أي قانون أو أي جواز قانوني يسمح لأصحاب القبعات الزرق أن يمارسوا دوراً أمنياً داخل الساحة هل هذا متوافق مع روح القانون؟ وما الذي يجب أن يكون من موقف حكومي بالتعامل مع هذا؟ باجر وحتم يسول قبعات صفر ويجي وبالساحة شو تقول له؟ طبعاً هو هذا الأغطية حقيقة اللي تم استخدامها من عام 2003 إلى اليوم منها شرعية، منها مذهبية، منها طائفية، منها سياسية، منها تحايلية هذه كلها وسطة اليوم أنت اليوم بالساحة تقول أنا متظاهر وأنا خارج للإصلاح طبعاً ولو مصاح هذا الشعب إذا أنت تقول أنا خارج وحدك فأطلب من الشعب أن لا يخرج أخرج لوحدك ونادي بالإصلاح أنتم جزء من العملية السياسية تمتلكون 50 مقعد 54 مقعد وهذا اللي سانحال الشعب أقول لك يا ما نحب نجامل فإذن أنتم أتكم هدف سياسي من خلال التظاهر لما شفتم ميزان القوى مال للشعب الحقيقة بدأتم في المرحلة الأولى تتعاطوا مع الشعب وكذا في أول ردة فعل انسحبتم ثم عدتم ثم جئتم تحاولوا أن تسيطروا على الساحات كلها مرفوض هذا الأمر لأنه الشباب هم طلق خرجوا مو بس للوطن خرجوا للحرية التي صودرت من هذا البلد ولذلك ما فهموها ماكو دراسة الانتربولوجي والسايكولوجي الجماعة ما أخذيها بالقوة فهذه نتيجة استخدام القوة الغير محكمة هاي نتائجها تداعياتها على الشكل ماكو السلطان ما يسقط ماكو هيلمان ما يوقع لذلك هذا الرهان الاستمرار بهذا المنهج يجب أن يتوقف وهذه بالمناسبة أيضا نصيحة للأخ محمد توفيق علاوي سواء بقيت استقلت استمرت بالتكليف عليك أن تندد بشكل واضح يوم أمس ناشدنا وكذا ما ناشدنا طلبنا منه من خلال الفضائيات أنه يجب أن تظهر وتضع مسألة نقطة في رأس السطر سوف أتنازع على التكليف أو يتوقف هذا المنهج سواء من قبعات زرق أو غيره لأنه كل اللي يقومون بي ترى أطراف معلومة الخطوة في القدر وذلك هذا يولد هو سؤال هنا في راية الأهمية فما أحدهم أي شرعيلا